موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الطلاب وأعزائي المشاهدين صباحكم قوة صباحكم تفاؤل صباحكم إصرار بأن نكمل المشوار لنكون أفضل شعب شعب سوريا العظيم واليوم ضمن خطة وزارة التربية لتعويض الفاقد التعليمي نلتقي بكم مجددا لنعطيكم بعضا من دروسنا ولقائنا اليوم لطلابي الصفي الثالثي الأساسي في درس ترح كسرين لهما المقام نفسه والآن أخذنا في دروس سابقة الواحدة الصحيحة الواحدة الصحيحة الواحدة الكاملة هذه هي واحدة صحيحة إذا قسمنا الواحدة الصحيحة إلى أجزاء متساوية نسميها النصف إذن النصف هو جزء من أصل جزئين متساويين إذا قسمناها إلى ثلاثة أقسام هي جزء من أصل ثلاثة أقسام والآن أخذنا في درس سابق أيضا أعزائي التلاميذ جمع كسرين لهما المقام نفسه ووجدنا بأن إذا أردنا أن نجمع كسرين لهما نفسه المقام واحد على اثنان إذا أخذنا جزء جزئين من أصل أربعة أجزاء متساوية نعبر عنها باثنان على أربعة إذا أردنا أن نجمع اثنان على أربعة مع اثنان على أربعة ينتج أربعة على أربعة وهو الكسر الكامل وعرفنا بأنه عند جمع كسرين لهما نفسه المقام نجمع البصوت ونضع المقام نفسه وهو سنتعرف معا إلى درس جديد ولكن أريد منكم أن تنتبهوا إلي جيدا حتى نستطيع أن نساعد زميلتنا أن نساعد زميلتنا أن تحل المشكلة أرادت زميلتنا صنعت قلبا من البيتزا بالخضار الشهية والنذيذة النظيفة والمعقمة جيدا وأيديها المرسولة لأنها تريد أن تحافظ على صحتها وعندما نضجت هذه القالب البيتزا قامت بتقطيعه إلى ثمان قطع متساوية طبوقة لتأكلها هي والأسرة ولكن لكثرة شهية هذا القالب قامت بتناول ثلاثة أجزاء منها وعندما سألتها أموها كم جزءا بقي لديك؟ فكرت وفكرت وفكرت كيف ستعرف؟ ما رأيكم يا أطفال مبدعين أن نبحث معا ونحاول أن نساعدها على إيجاد الناتج كم قسما بقي معها هذه هو قالب البيتزا ثمانية أجزاء طبوقة سنأخذ منها ثلاثة أجزاء واحد اكوان ثلاثة الكسر المعبر عن هذه الصورة الكسر كان الواحدة كاملة ثمانية على ثمانية ثمانية على ثمانية ثمانية على ثمانية هي تناولت تناولت نقص منها ثلاثة من أصل ثمانية ثمانية فكم جزءا بقي لديها؟ هيا لنفكر أحسنتم أنتم مبدعون ورائعون بقي لديها خمسة على ثمانية بقي لديها خمسة على ثمانية إذن كانت ثمانية على ثمانية شطبنا ثلاثة أجزاء أخذنا ثلاثة أجزاء تناولتها وكانت بآداب الطعام تمثلات لأنها تحب أن تكون قوية وصحيحة وتقوم الفيروسات والأمراض فبقي لديها خمسة على ثمانية من القطعة الكاملة والآن بمناسبة قدوم عيد المعلم وعيد الأم ونرفع أسمة تحايا لكل أمهاتنا الرائعات اللواتي قمنا بتربيتكم على حب الوطن وحب أرض الوطن أردنا أن نهديهن بهذه المناسبة باقة من الزهور ولكنه لا أقطف من الحديقة لأن منظرها أجمل في الحديقة وتعطي نقاء النجوم ورائحتان رائعة فأحضرت لها بعض الزهور ولكنني تذكرت لأن أبي أيضا يحب الزهور لذلك أردت أن أهديه زهرتان من أصل هذه الزهور أريد أن أعرف ما هو الكسر الذي يعبر عن الأزهار التي سأهديها لأبي من مجموع الأزهار كاملة سنعد الأزهار كلها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر إذن الكسر الكامل هو اثنى عشر اثنى عشر على اثنى عشر مجموه الأزهار أحسنتم يا أعزائي أخذت منها أخذت منها إذن هي نقصات كان نقصات زهرتان من أصل اثنى عشر زهرة فكن زهرة بقي لديه بقي عشر زهرات عشر زهرات من أصل اثنى عشر زهرة رائعون أبطال المتنزي أنتم رائعين إذن الآن ما رأيكم ماذا نفعل إذا أردنا هل المقام إذن أسميا نحن في دروسنا السابقة القسم من الكسر الذي في الأعلى هو البسط والذي في الأسفل هو المقام فالمقامات نفسها أما البسط هي التي تتغير كيف سنكتبها نضع المقام نفسها ونطرح البسط البسط من بعضها البحر سنرى أيضا تمرين آخر لأرى أبطال الشجعان المتفوقون الذي أضاهي بهم كل الأمم لأنهم أبطال سوريا القوية والأبية والشجاعة المصرة على التمسك بعلمها مهما حصل ولم ينقفون أي شيء كان واحد سأعود الأجزاء في هذا الشكل واحد على تسعة اثنان أعود الأجزاء الكاملة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية لدي تسع أجزاء طبوقة كل واحد منها هو واحد من أصل تسعة أجزاء طبوقة وجميلها معن الواحدة الكاملة تسعة أجزاء من أصل تسعة أجزاء أريد أن أشتب منها خمسة أجزاء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة فكن جزء بقي لدي واحد اثنان ثلاثة أربعة أجزاء من أصل تسعة أجزاء والآن أريد من أبطال الحويل أن يفكروا معا فكر 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 بهذا العقل الذي أعطان إياه الله عز وجل لنفكر به في بناء الوطن وفي التقدم والتطور لمصبح أرقى الأمم كيف نستطيع أن نطرح كسري لهما المقام ونفسه هيا أحسنتم هذه المجموعة تعمل أكثر زوج أفكارك مع زليلة ممتاز يا بطن شكرا لك من يعطيني الآن من استنتاج من المجموعة الذكية هيا هيا ممتاز أنت عبقري شكرا لهذه المجموعة الرائعة إنها مجموعة متعاونة وأفكارها متنميزة لطرح كسري لهم المقام ونفسه نطرح البستين ويبقى المقام نفسه أحسنتم يا أعزائي الأبطال والآن سأوزر عليكم بعض التمارين لأرى من منكم يستطيع أن يقوم بحلها بشكل واضح ومميز ويفكر بها بشكل متألق كتألقكم يا أبطالي الحلوان الرائعين بهذا الشكل لدينا شكل لم يخرج إلى السدبورة هيا يا أعزائي من يستطيع أن نجيب على هذا السؤال كم جزءا لدينا هنا أحسنت رائع يا بطل إجابتك جميلة وكاملة وتحافظ على اللفظ الصحيح للكلمات سبعة أجزاء رائع يا بطل ألي الهمزة في كلمة أجزاء إنها على السطر كم أنتم مميزون كم أنتم رائعون هل هو مفرد أجزاء أجزاء جن مفردها جزء واحد يا إلهي كم أنتم مميزين إذن سبعة أجزاء كل منها واحد على سبعة شطبت منها إذن ناقص ثلاثة على سبعة فكم يبقى لديه هيا يا حلوين من يخرج من يخرج يا أيها تفاعلكم يجعلني أشعر بالفخر والاعتزاز بكم يا أبطالي حلوين أنتم مميزون جدا سبعة ناقص ثلاثة أربعة على سبعة إذن الكسر الممثل لها أربعة على سبعة والآن هذا التمرين يختلف عنه أنا لم أكتب شيئا أنتم ستكتبون عبارة الطرح لأنكم مبدعون والتمارين يجب أن تليقوا بذكاتكم وإبداعكم الخلاق يا إعزائي هيا معكم مدة دقيقة ليفكر كل منكم لوحده هيا انظر إليكم أحسن كم زاوج أفكارك مع صديقك والآن لتتشارك المجموعة كاملة في الإجابة هيا من قائد المجموعة الذي سيجيب أولا الياسهين أم الأبطال أم مجموعة المتنيزين أم لسان الضاد هيا لنبدأ بلسان الضاد تفضل إذن الواحدة الكاملة ستة على ستة ناقص شطبنا منها واحد على ستة يبقى لدينا خمسة على ستة كم أنتم رائعون والآن الأبطال الرائعون أتمنى منكم أن تحلوا هذه التماني سبعة على تسعة ناقص أربعة على تسعة تساوي ثمانية على تسعة ناقص ثلاثة على تسعة تساوي تسعة على عشرة ناقص ثلاثة على عشرة تساوي وسنصحفها في الحصة القادمة مع لقاء جديد نأمل أن نستفيد أكثر وأن نقوم بقوة وصحة وسلامة وأمل أن تكونوا استفدتم مني مع تحياتي وخالص حبي وشكري لكم ولذويكم وأتمنى لنا ولوطننا الازدهار والإبداع ونرفع أسماء آيات الشكر والإمتنان لوزارة التربية التي أتاحت لنا هذه الفرصة معكم إلى اللقاء مني أنا المعلمة تغريب السعيد من محافظة التليترة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر